ينضم إلينا من بغداد فاضل أبورغيف السياسي المستقل بعد التحية سيد فاضل نبدأ من إحاطة المبعوثة الأممية في مجلس الأمن حول العراق وحيث أكدت المبعوثة عن أن أمن التظاهرات ومن يقودها الشباب العراقي بعيدا عن الأحزاب والتدخلات الخارجية هل ذلك الآن برأيك ينهي النقاش بوجود مؤامرة على العراق نعم محمد تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتك الكريمة يعني محمد أنا أستغرب من محاولة البعض من إلصاق تهمة المؤامرة أو ما يسمى بالجوكر على المتظاهرين المتظاهرون السلميون المطلبيون هم عبارة عن شباب عن شباب واعي عن شباب متفتح عن رجالات العراق عن نساء العراق عن كل أبناء الشعب العراقي خرج للتظاهر على ظواهر الفساد على الحكومات المتعاقبة التي لم تقدم شيء للمجتمع وإلى العراقيين بصورة عامة هؤلاء خرجوا من رحم المعاناة من كبد المآسي التي لاقوها طوال الحقبة المنقضية هؤلاء المتظاهرون خرجوا للاحتجاج على الأحزاب على الكتل على الحكومات المتعاقبة على المفاسد على الاستئثار بالسلطة على حيازة المغانم والمغانم في كل وزارات يعني شباب يعني فات يعني أرى شاب يحمل ماجستير إنجليزي وهو للآن لم يعمل لذلك هؤلاء الشباب لا يعرفون للمؤامرة شيء ولا يعرفون للدسيسة شيء بالعكس القضاء العراقي أول وأول مؤسسة مهنية حرفية ساندت ودعمت المتظاهرين وضمنت حقوقهم الدستورية في التظاهر هو القضاء العراقي المرجعية الحكيمة في النجاف دعمت المتظاهرون السلميون المتظاهرون السلميون ليس لهم هم لا يحملون أسلحة هم لا يحملون أجندات هم لا يحملون في في أفئدتهم أي مؤامرة هم خرجوا فقط للطلب للإصلاح وبالفعل المتظاهرون رسموا صورة صورة جميلة بفرشات الدماء التي سالت والتي سفكت من قبلهم ورسموا أجمل صورة زاهية وأجمل لوحة زاهية استطاعوا المتظاهرون من أن يعطوا درسا إلى كل دول منطقة إلا أن المتظاهرين العراقيين من الشباب من الرجال من الأطفال من الصبية من اليافعين أرسلوا رسالة مفادها نحن متحضرون ونحن نحتج بطريقة متحضرة لكن للأسف جبهت صدورهم ونحورهم المكشوفة والمفتوحة إلى وابل من الإطلاقات ومن النار وهؤلاء الذين أطلقوا النار عليهم هؤلاء نسوا أن هناك في عرصات يومي في هذا السياق سيد فضل في ما يتعلق بمن أطلق النار على المتظاهرين بلاس خارت أبلغت المجتمع الدولي أن تقرير حكومة عبد المهدي لم يجب على التساؤلات بشأن المتورطين بقتل المتظاهرين والقوات الأمنية أيضا الآن هل تريد أن يتم تسمية الطرف الثالث الذي قام بقتل المتظاهرين ليتم أو تتم محاسبة هذا الطرف وماذا تتوقع في هذا السياق يعني أولا أنا أعتقد أن الأسماء التي ظهرت وأحيلت إلى القضاء يعني قسم منها بالفعل هو شارك بعمليات قتل يعني محكمة الكوت قبل نحو يومين أصدرت أحكام وصلت من أحكامها إلى الإعدام شنقا حتى الموت بحق مسؤولين كانوا مسؤولين عن سفك الدم العراقي هذا من جهة من جهة أخرى يعني أنا أعتقد أن اللائحة ستطول وأن اللائحة سيلتحق بركبها المزيد من القيادات أو المزيد من المسؤولين الذين كانوا هم مسؤولون عن سفك الدم العراقي يعني أصفور يشخب يوم القيامة دمه عبيطة يقول أي رب قد سفك دمي فلان فلم ينتفع لا بلحمي ولا بدمي لذلك فكيف بإنسان يعني الإنسان هذا كيان الله الأكبر يأتي من يطلق النار بكل سهولة على شاب متظاهر لا يملك يعني أحد أحد الذين استشهدوا وجدوا في جيبه فقط 250 دينار يعني سنت ما أعرف ربع دولار لذلك أعتقد أن القائمة ستطول وأن المتظاهرين يملكون قاعدة بيانات أيضا عن الذين ضربوهم وآذوهم لذلك أعتقد أن الصفحة القادمة لكن محمد يعني للأسف الكتل السياسية تلتأم وتشتم فيما بينها لترشح رئيس وزراء جديد دون أخذر رأي من المتظاهرين وإلا المتظاهرون خرجوا بهذه الدماء الزكية وبهذه الأرواح التي زهقت وبعد ذلك يرشح رئيس وزراء جديد دون أن يعودوا ويستشيروا هؤلاء المتظاهرون ويقولوا لهم من هو أممثلكم نريد أن نشرككم ساحات التظاهر يجب أن يفتح فيها صندوق اقتراء في كل ساحة التظاهر لتفادي هذا ربما بلاسخارت داعت المجتمع الدولي للتحرك والعمل في العراق الآن هل هذا يعني برأيك سيد فاضل أنه تم تدويل قضية العراق وحرك تشرين الأول وما العمل المطلوب من المجتمع الدولي في العراق أعتقد محمد الأمم المتحدة التي رفعت تقريرها وأعتقد أن هناك تقرير سيرفع إلى مجلس الأمن الذي سيكون أكثر خطورة وأكثر توسعا أعتقد أنه ستكون فيه ستتخذ فيه قرارات لأن هذا بلاسخارت رفع التقرير التقرير قطعا سيؤدي إلى نتائج لذلك هناك ناشطون أيضا محامون قضائيون قانونيون أيضا رفعوا دعاوة يعني بحق استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين ما وقع في محافظتك النجف الأشرف ومحافظة الناصرية حقيقة يستحق العناية ويستحق التوقف لذلك أعتقد أن الذي وقع هو يندرج ضمن هذه الجرائم وهي قد تكون جرائم ضد الإنسانية لذلك أعتقد أن بلاسخارت كانت سبق لها أن نزلت مع المتظاهرين المطلبين في ساحة التحرير التظاهر ليس فقط ساحة التظاهر أهل الكوت أهل الواسط تظاهروا بكل سلمية وشبابها تظاهروا بكل عفوية أهل الناصرية دفعوا الدماء أو دية أهل البصرة من أوائل من تظاهروا بالمطالبة بالإعوجاج السياسي الذي بلغ أشده وبلغ أعلى قمة فساده من 2004 إلى يومنا هذا لذلك أعتقد أن عملية الإصلاح الجذري ما لم تمر بمنعطف المتظاهرين إذن هذه عملية الاستقالة لا تعد أكثر من عملية مناورة لذلك أعتقد أن المتظاهرين نجحوا أفلحوا لم يخفقوا نجحوا في أن يوصلوا صوتهم ونجحوا في أنهم قد أجبروا الكابينة الوزارية على الاستقالة لذلك لا عودة لأي وزير ولذلك يجب أن يتوقف الوزراء عن استخدام أي صلاحيات لهم وسط هذه الاستقالة ويعتقد أنهم آن الأوان الآن عن كشف الحقائق وعلى الجميع أن يقر ويعترف بأن المتظاهرين هم مطلبيون هم سلميون هم أحقيون لهم حصة في البلاد ولهم حصة من العباد ولهم وقع في المجتمع الدولي لذلك المجتمع الدولي المحيط الإقليمي بات راضخاً لما قدمه هؤلاء المتظاهرون السلميون يعني الحكومة استقالت وهذه الاستقالة قبلت من قبل مجلس النواب ولكن تقول أن هذه الاستقالة هي عبارة عن مناورة سيد فاضل ما المطلوب الآن بعد هذه الاستقالة وقبولها من قبل البرلمان لكي يعود المتظاهرون إلى بيوتهم يعني هناك سبيل واحد لعودة المتظاهرين إلى بيوتهم وهم يشعرون بالغطة والسعادة السبيل الواحد لعودة المتظاهرين إلى بيوتهم أن يعرض أي رئيس وزراء قبل أن يعرض على البرلمان يمرر على المتظاهرين ويكون كأنما استفتاء مصغر على كل ساحات التظاهر في يوم واحد في ساعة واحدة وبالإمكان إقامة لا بأس من إقامة صناديق اقتراع مصغرة داخل كل ساحة التظاهر يقول لهذا الشعب الذي خرج بالعراء وخرج بإنفردية يقول له أيها الشعب أيها المتظاهر نحن رشحنا هؤلاء من منكم من ترغبون منهم ترغبون هذا أم هذا أم هذا والاستئناس بهم أعتقد أنه واجب لأن الدماء التي سالت هي كافية وكفيلة بأن تجعل الحكومة القادمة تأخذ رأيها من قبل الدماء لأن الدم هو من سيصوت الدم هو من سيختار أو لا الدم هو من سيختار وإلا سنعود إلى ما قبل حتى واحد عشر لذلك ينبغي يجب أمرا لزوميا يجب أن أخذ الرأي وأخذ الاستفتاء وأخذ المشورة من قبل المتظاهرين وإلا ما ذنبهم دفعوا الدماء يعني هناك لا ننسى هناك جرحة هناك جيش من المعاقلين سيخرج لنا من المتظاهرين هناك يعني هناك حقوق كبيرة للمتظاهرين على الجميع الإصغاء لها كما أصغوا إلى ضغوطهم واستقالت حكومة برمتها عليهم الآن أن يصغوا لآرائهم باختيار رئيس الوزراء القادم نعم في سياق كنت قد أشرت إليه في حديثك قبل قليل سيد فاضل هل الحكومة الآن بحكم القانون تستطيع اتخاذ القرارات كتغيير المناصب أو غيرها من قرارات والآن أيضا كيف يجب التعامل في هذا الجانب لغاية ولحين تسلم حكومة جديدة لزمام الأمور يعني أولا هناك نية لمجلس الوزراء إلغاء كافة المناصب التي تم المصادقة عليها خلال فترة الحقبة المنقضية ثانيا لا يجوز إعطاء أي منصب في فترة تصليف العمال لا يجوز فقط تمشية الرواتب وتمشية الحاجات اليومية للموظفين تمشية أمور الناس والمواطنين لا يجوز وإلا هذا يعد مخالفة قانونية لا يجوز التنصيب ولا يجوز أخذ القرارات يعني هي ترى عملية مستخفاف بالاستقالة واستخفاف بالمواطن هذا استخفاف بالدماء التي سالت لذلك يعني الدماء بعده لم تبرد لذلك على الجميع أن لا يعني أن لا يعتقد بأن الذي وقعه هو شيء لن يعود بالعكس جربوا الشعب العراقي جربوا الشعب العراقي على أنه شعب حي وشعب يستطيع أن يغير ويستطيع أن يكون ويستطيع أن يقول ويستطيع أن يبدي ويستطيع أن يفعل كما فعل ما بعد يعني واحد عشرة وإلا تظاهرات ذو الشهادات التي يعني ضربت بخراطيم المياه لو كان حلت منذ البدء كان هذا الذي جرى لذلك علينا أن لا نستهين بالصغائر لأنها ستكبر علينا أن لا نستهين بصغائر الأمور لأن الصغائر الأمور قد تستفحل وإذا استفحلت الشباب لا يهمهم لا مطر ولا برد ولا حرب ولا أي شيء يهمهم أن يعمل إصلاح في البلاد وينتفع منه العباد نعم منذ بدء التظاهرات ولغاية الآن سيد فاضل كيف تقيم الخطط الأمنية يعني أولا هذا سؤالك بشقين السادة محمد الخطط الأمنية هناك خطة أمنية عامة وهناك خطة أمنية خاصة الخطة الأمنية الخاصة التي تؤنى بمكافحة التنظيمات الأرهابية التنظيمات الأرهابية سيما الموجودة في الموصل وصلاح الدين وكركوك والأنبار الأجزة الاستخبارية ماضية قدما بدليل اليوم ابن عم نتحدث عن التظاهرات وتعامل مع التظاهرات بشكل خاص يعني التعامل مع التظاهرات كان بين بين خذ مثلا هناك تعامل مثالي عند بعض الوحدات عند بعض القطاعات خذ مثلا مديرية أو أمرية حماية المشآت لزمت حدودها وعرفت مسؤولياتها وبقت مرابطة داخل البنك المركزي العراقي تحميه المتظاهرون السلميون استطاعوا من أن يسلموا مجموعة كانت تحاول التسلل لعبور جدار البنك المركزي وبكل سلاسة كان هناك تعاون واضح من قبل المتظاهرين لتسليم أي معتدي يحاول التجاوز على الملكية العامة لذلك المتظاهرون السلميون هم الأحرص على الملكية العامة نعم حدثت عمال حرق والسلب واعتداء على المرافق الحيوية لكن هنا إذا كان هناك طرف ثالث وإذا كان هناك ملثم وإذا كان هناك مجرم هنا على الأجزة الأمنية هي من تشخص واجب الأجزة الأمنية هي من تفصل هذا مجرم ومعتدي وهذا غير معتدي لكن أنا أقول قطعا أن المتظاهرين لا يبتون بصلاة وليس لهم علاقة بأي مجرم وبأي يعني دنيء يحاول أن يعتدي على الأجزة الأمنية نعم إذا كان هناك تباين في التعامل من قبل الوحدات أو القطاعات الأمنية مع المتظاهرين في أماكن مختلفة كيف تفسر هذا التباين التباين مرة يقع على نحو الجهل ومرة على نحو الإنفلات يعني مثلا أحد الضباط قام بقتل أربعة في ساحة هذا طبعا ألقي القبض عليه الآن هو بالتوقيف يعني هذا يعتبر حينما تجاوز الضابط حينما تجاوز على متظاهرين سلمين يعني هذا يعد تجاوز القانون لذلك الذين استخدموا الأسلحة بطريقة فردية بطريقة عشوائية هؤلاء ينبغي معاقبتهم ومحاسبتهم الذين قاموا بالقتل الممنهج والقتل المروع إلى أهلنا وشبابنا في محافظة ذيقار هؤلاء قطعا لن يفلتوا من قبضة العدالة العدالة المجلس القضاء الأعلى الأستاذ فائق زيدان حقيقة بذل ما في وسعه لغرض تسليط الضوء على المعتدين وكشف المجرمين وإحالتهم إلى العدالة لذلك يعني قبل قليل أيضا قاضي قاضي رصافة أطلق صراحة 16 من المتظاهرين الذين لم تثبت بحقهم أي إدانة مع اعتذار لهم طبعا لذلك هؤلاء الأبناء هؤلاء إخوتنا ينبغي محاسبة والتشدد بمحاسبة من سفك الدم العراقية محمد بالفعل داخلية اليوم سيد فاضل أعلنت عن جمعيها بيانات ومعلومات خاصة بمخربين ومندسين بين أو ضمن المتظاهرين الآن سيد فاضل كيف يمكن أن تميز الأجهزة الأمنية ذلك في ظل الأوضاع الحالية وما هي السرعة المطلوبة بمحاسبة هؤلاء المندسين والمخربين يعني بالمناسبة نحن حينما نقول مندسين أو نقول مخربين الأجهزة الأمنية هي مسؤولة عن الكشف عنهم المتظاهرون السلميون كانوا دائما هم عين ساهرة على كل غريب وعلى كل مشبوه يحاول أن يركب موجة التظاهرات لذلك نرى يعني محمد يعني أغلب المتظاهرين يأتي من الدار وهو عفوي لا شيء له لا بالحرق ولا بالقتل ولا بالاعتداء ولا بأي شيء لكن هناك البعض من حاول أن يؤثر على صورة المشهد من حاول أن يؤثر على المشهد برمته لذلك أعتقد أن ما جرى يستحق العناية قاعدة بيانات قاعدة معلومات كاميرات معلومات كافية عن كل عن أي عملية اعتداء أو حرق أعتقد أنها ستطال الواقعيين منهم وليس المتظاهرين السلمين المطلبين نعم يعني كصورة أمنية فضلة إنجاز التعبير كيف يمكن للأجهزة الأمنية حماية الكثير من الأماكن المقدسة الأماكن الحساسة في المحافظات هل يمكن ذلك برأيك يعني من الممكن من خلال تعاون شيوخ العشائر والمواطنين أيضا ما هي الصورة الأفضل في التعامل في هذا السياق يعني محمد لفت انتباهي يعني في هذه المعادلة كان هناك ثلاث أصناف من الحكماء أولا سماحة السيد مقتدى الصدر واستطاع أن يحسم نزاع القوم حينما كان تدخله تدخلا سلميا حينما أوعز لبعض مريديه ومحبيه بأن يحولوا بين المتظاهرين السلمين وبين المراقد حتى يحمي المتظاهرين السلمين وحتى يحموا المراقد وقد نجح بالفعل لأنه يحظى بمقبولية من قبل المتظاهرين ومن قبل حماية المسجد أيضا سماحة السيد مقتدى الصدر وكذلك ما يشار له لأهل الناصرية يشار له بالبناء للشيوخ الناصرية كان لهم دور كبير جدا عشائر آل غزي وعشائر بن رتشاب وعشائر بن حتيهم وعشائر كثيرة قد لا يفوتني الآن عدها وحدها أيضا كان لها دور كبير جدا في مسك زمام الأمور حينما قاموا بغلق مداخل ومخارج الأربعة لمحافظة الناصرية العزيزة فضلا عن ذلك هناك الحكماء يعني برزت ظاهرة الحكماء والمهندسين والأطباء والأدباء من ظهراني المتظاهرين الذين دائما خصوصا تخذون الأربعة أيام المنقضية كانوا هم عبارة عن صمام أمام للتهدئة وللتوطين النفوس ولتسكين النفوس نعم الذي لحق بالمتظاهرين من سفق دماء ومن اعتداء يعني ولد في قلوبهم حالا من الزعل ومن الاستياء لأنها والنقمة والاستياء بالوقت عينه والامتعاض لكن برزت أيضا ظاهرة الحكماء من بين ظهراني المتظاهرين سواء كان من الأطباء سواء كان من المهندسين من الأدباء الذين التحقوا بركب الحكماء أيضا وهدأوا الأمور وهذه هي الأسباب التي دعت إلى تهدئة الأمور محمد فاضل أبو رغيف السياسي المستقل كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك شكرا لكم